اشتركوا في القناة 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 الله يقول صج لا اطيعهم في المعصية لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لكن صج انا ما اطيع امي في المعصية والابي في المعصية لكن صاحبهما في الدنيا معروفا احسن اليهما وان كانت كافرة وان كانت مشركة احسن اليها عاملها بالاحسان برها عاملها بالمعروف صاحبها بالمعروف وان دعتك الى الشرك لا تشرك لكن لا تسئ إليها من هو إنه سعد بن أبي وقاص أحد ضعفاء مكة وفقراء مكة ومساكين مكة النبي يجلس معهم بلال وصهيب وخباب وسعد وغيرهم من الصحابة يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم ويأتي المشركون كبار المشركين يأتون إليه يقولون له يا محمد تريد أن نجلس معك يقول نعم بلى أريد أن تجلس معي يقولون له بشرط قال ما هو الشرط قالوا له أطرد هؤلاء الضعفاء الفقراء نجلس معك أطردهم فينزل الرب عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الخاسرين الله يدافع عن سعد بن أبي وقاص عن بلال عن خباب عن غيرهم من الضعفاء الفقراء الله يدافع عنهم سعد بن أبي وقاص في معركة أحد كان النبي يصال لأن كان رامي كان الرسول يعرف شلون رامي يعني إذا رمى ما يخطئ كان النبي ينثر له النبال ويقول حق الصحابة لما صار الأمر على رسول الله وعلى الصحابة والمشركون يقتلون فيهم كان النبي يقول للصحابة أعطوني النبال أعطوني السهم يأخذ السهم وينثرها لمن لسعد بن أبي وقاص الرامي البطل وكان يقول له ارمي فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي قالها لسعد بن أبي وقاص وما قالها لغيره من هو إنه سعد في خلافة عمر بن الخطاب ولاه عمر ولاية فكان واليا وكان قائدا في الجيش عمر كان يتفقد الولايات يؤمن الأيام سمع أن أحد الناس يشتكي من سعد وكان سعد مستجاب الدعوة وكان عابدا صواما قواما من المبشرين بالجنة واحد يشتكي عليه عمر ما يرضى واحد يشتكي على والي من ولاتي بنفسه يتأكد عمر راحش سوى رضي الله عنه ذهب إلى المساجد يسأل الناس في العراق يسأل الناس عن سعد مأمي وقاص كلما دخل مسجد يثنون على خير حتى وصل إلى مسجد فقام رجل يقول يا عمر أما إنك إن سألت اسمع شلو سعد بن أبي وقاص قال كيف هو فيكم قال سعد لا يسير بالسرية سعد لا يسير بالسرية قائد الجيوش قال سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية شوفوا الظلم شوفوا الافتراء قال لا سعد أنا أنا لا أعدل أنا لا أقسم بالسوية فرفع سعد يديه إلى السماء قال اللهم إن كان عبدك هذا قال هذا كاذبا يعني متعمد إذا أخطأ مخالف لكن إذا كان متعمد وكاذب اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن كان سعد إذا دعا استجاب الله له من المستجابين مجابي الدعوة تدرون إيش صار حق الرجل يقول أحد الناس رأيت هذا الرجل نفسه قد طالت به السنون صار عمره كبير حتى سقط حاجبه على عينيه وصار فقيرا يتوسل الناس يتسول يقول فرأيته يمشي على عصى كبير في السن ويتوسل الناس أن يعطوه لقمة ولقمتين يقول فإذا مرت به جارية غمزها يعني رجل كبير ويغمز الفتيات عرضه الله للفتن يقول رأيته وهو يمشي ويقول أصابتني دعوة سعد أصابتني دعوة سعد من سعد إنه الأسد في براثنه والله عمر بن الخطاب قيادة الجيوش في قتال من قتال الفرس أي قتال القتال الشرس قتال القادسيح فكان سعد أحق بها وأهلها نظم سعده الصفوف ونظم الجيوش وأمر القادة أمر القادة الفرعيين أمرهم أن يقروا على الناس سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الصحابة يقرؤون والتابعون يقرؤون ماذا يقرؤون سورة الأنفال تسمى سورة الجهاد لما نظم الصفوف وانطلق القتال وإذا بالجيش يسيرون على النهر وعبروا النهر بخيولهم لما رآهم يزدجر هذا قائد الفرس لما رآهم قال لأصحابه الفرس قال والله إنكم لا تقاتلون الإنس إنكم تقاتلون الجن هؤلاء ما هم بشر هؤلاء جن فدخل الصحابة والمقاتلون المؤمنون وعبروا النهر وإذا بدولة الفرس تدك وإذا ببطل القادسية ينتصر وإذا بالمدائن تفتح وإذا بسعد بن أبي وقاص يرى المدائن يفر منها الفرس المجوس يفرون والصحابة يأسرون من يأسرون ويقتلون من يقتلون ويستولون على الغنائم والفرس يهربون هروبا رآهم سعد بن أبي وقاص فدمعت عيناه شنو شاف شاف القصور خالية شاف الأنهار خالية شاف الكنوز أين الحرس أين الملوك أين الجنود أين الذين كانوا يعمرون الأرض ومن عليها أين أعظم دولة في ذلك الزمن أين هم دمعت عينا سعد بن أبي وقاص وقرأ قول الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع وزروع ومقام كريم ونعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك كذلك وأورثناها قوما آخرين من هو إنه سعد بن أبي وقاص إنه الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بطلا كان مغوارا كان شجاعا لما كبر سنه كان الصحابة يجونا اوه كبير صار أعمى فقد بصره يأتون الصحابة الأصغار والشباب والتابعين يقولون أدعو الله لنا يدعو لهذا ويدعو لهذا مستجاب الدعوة قال له شاب غلام قال يا سعد إنك رجل ضرير ومستجاب الدعوة أدعو الله أن يرد بصرك فتبسم سعد وقال له يا بني قضاء الله سبحانه أحسن إلي من بصري أي أن الله عز وجل قد كتب لي العمى أصبر وأدخل الجنة إن شاء الله على صبري أحب إلي أن يرد الله لبصري إنه سعد ابن أبي وقاص حلقتنا القادمة أيضا عن مبشر في الجنة من العشرة المبشرين لقب بأمين هذه الأمة من هذا الرجل الذي كان له موقف شجاع في معركة بدر هذا الرجل توفي في خلافة عمر بن الخطاب بل كان عمر يقول أتمنى أن يرزقني الله أمثاله ملأ هذه الدار بل هذا الرجل إنه شخصيتنا القادمة كونوا معنا أستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته